السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم النهاردة أحكي لحضراتكم موقف حصل معايا وعن تجربة بسبب الفلاشة دي الفلاشة دي جيت أوصلها على الكمبيوتر مش راضية تقرى خالص معايا وبحاول أفرماتها مرة واثنين وثلاثة الفرمات ما بيتمش فقلت خلاص ممكن الفلاشة دي تكون اتحرقت قدر الله ما شاء فعل وركنت الفلاشة فخطر في ذهني يعني بعدها بشوية خطر في ذهني أن أخلي أو أفرمت الفلاشة ديت عن طريق التليفون فروحت جايب وصلت الأوتو جي ديت ومجرد أن أنا وصلت وصلت الأوتو جي بالفلاشة وروحت جايب تليفون بالشكل ده ووصلت الأوتو جي مع الفلاشة زي ما حضرتك شايف كده هي نورت معايا وروحت داخل على الملفات هنفتح كده الملفات هيت هنا أو وقرأ معايا الفلاشة مكان تخزين يو اس بي واحد طيب لو أنا فتحت كده مكان التخزين هي الساعة بتاعتها أربعة جيجة لو فتحت الفلاشة هلاقي هنا في فيديوهات ومستندات يعني الطريقة نجحت معايا لو جيت شغلت أي فيديو بالشكل ده طيب زي ما حضرتك شايف كده عملت إيه بقى أول ما وصلنا الفلاشة كده اليو اس بيه خرج هوت هبتدي أوصل تاني الفلاشة بالشكل ده هيقرأ معايا هوت بنتظر ثواني وبضغط على التلات نقاط اللي على الجنب وبعدين التنصيق هضغط على التنصيق هنا بيقول لحضرتك إيه سيتم مسح كل شيء موجود على مكان تخزين يو اس بي وان أو يو اس بي واحد هضغط على التنصيق وفي ثواني هيفرمطلي الفلاشة وهيقرأها تاني وكده اداني المساحة كاملة والكمال اللي لو دخلنا تاني هلاقي ان الفيديوهات اللي كانت موجودة اتحزفت معانا فحبيت اشارك مع حضراتكم الموقف اللي حصل معايا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته